هنعمل النهاردة عجينة تنفع لجميع الاغراض تنفع حلو وتنفع حادق بس في مكونات لو احنا هنعملها حادق حنضفها اما لو هنعملها ونستخدمها للحلويات يعني هتستخدميها معجنات حلو صنف حلو مش هتحطي المكونات اللي انا هقول لك عليها شايفة العجينة طالعة ما شاء الله تحفة تشكلها بعد مختمرت المكونات بتاعتها يلا بنا ندخل جوال فيديو ونقول بسم الله المكونات عبارة عن هتجيب بي مبدئيا كده كوباية من اللبن بس اللبن الدافي مش صخن لان اللبن لو كان صخن هيوقف نشاط الخميرة وبعد كده هتبدأ تحطي معلقة من السكر وعليها كمان آآ باكو الخميرة الفورية احنا هنا بنختبر الخميرة علشان نشوفها نشطة ولا لا بتحطيها في مكان دافي لحد ما نشوف الخميرة تكون في القاعات كده على الوش الخطوة دي مهمة جدا علشان ما تبوزيش الدي اي بتاعك يعني ما تحطيش الخميرة من اولها على الدي اي على طول هنبدأ هنا نجيب كيلو دي اي طبعا احنا نخلينه عشان نتاكد ان ما فيوش اي رطوبة حطيت عليه آآ رشة صغيرة من الملح وبعد كده هتحطي عليه معلقة من البيكنج بودر وهنبدأ بقى نحط تشكيلة آآ من البهرات دي في حالة واحدة لو انت هتستخدمي العجينة دي للملح يعني هتعملي بها فطاير ملح هتحطي معلقة من الزعتر البري وكمان هتحطي معلقة من البصل البودر ومعلقة من التوم البودر طبعا بأكد عليكي المكونات دي هتحطيها لو انت بتعملي آآ فطاير حدقة مش حلوة آآ تمام مش حلوة لا مش حكايت مش حلوة يعني مش حلو فطاير اللي هو الصنف الحلو مش مش حلوة ان شاء الله كل اللي بايدك تعمليه يطلع حلو بعد كده هتبدأ تعملي حفرة كده في نص الدقيقين وهنرجع نشوف هنا الخميرة اتفعلت ولا اي النظام بتاعها تمام قوي الخميرة كده النشطة يعني نقدر نشتغل بيها هنا في نص الدقيق انا حطيت بضايا بضايا واحدة بس وكمان عليها معلقة من الخل نبدأ ننزل بالدقيق فوق بقى الخميرة بالشكل اللي انت شايفها دوات طبعا تشوف ايه بقى هتستخدمي عجانة او هتستخدمي اليدوي بس لو هتشتغل بايدك تعملي حسابك ان العجينة دي بتاخد وقت شوية في العجن عشان كده انا النهاردة استخدمت العجانة حدق بقى اعجل طبعا محطيتش اي مية مش هحط اي مية غير لما اشوف العجينة في اولها هتعمل معي ايه انا هنا بلمة دي اللي في الجناب المية اللي هستخدمها هتكون مية دافية وحنزل بالتدريج ما تنزليش بالمية مرة واحدة وانت شغالة حس ان العجين محتاجة مية بتبدأي تنزلي بالمية طبعا كمية المية بترجع لنوعية دي كل نوعية دي بتختلف عن النوعية تانية في دي باخد مية كتير في دي ما يحتاجش مية كتير زي ما انت شايف انا بنزل هنا بالتدريج لحد ما تلمي معي العجينة بتنزل طبعا بالجناب هنا كده طبعا ما فيش احسب من العجن اللي يدوي بيني وبينك يعني بتحس بملمس العجين في ايدك بس لما بيكون العجينة هتاخد عجن كتير باضطر احطه في العجنة هتبداي هنا تنزلي كمان بحوالي مية وخمسين جرام من الزبدة يعني هنقول ربع كوباية من الزبدة الزبدة بدرجة حرارة الغرفة يعني الكل يمطلعها من التلاجة وسيبقى في المطبخ بعد كده تبداي تشغالي بقى هنا العجينة برضو او بقى بيدك كده تحسي هل العجين محتاج مية تاني ولا لأ يعني مش مجرد ما تحطي السمنة او الزبدة اللي انت هتستخدميها تقولي انا كده خلصت العجن وبتلمي بيقى العجينة ممكن العجينة تحتاج معاكي شوية مية زي ما انا هنا كده حسيتنا العجينة نشفة شوية وده طبعا هكرره بعد ما انا احط السمنة او الزبدة اللي انا هستخدمها يعني ما تنزليش بكمية المية باكد عليك مراوحة بعد ما تحطي السمنة او الزبدة تتأكدي بقى هل العجينة كده ملمسها كويس اه تمام لا لو كده بتزودي شوية مية ده في هنا العجينة وصلت معايا حلو قوي كده بصي عاملة زي المستيكة بتمط كده وفي نفس الوقت مش ملزقة تلزيق اللي هو ما يخليكيش تعرفي تفرديها طبعا بتغطيها كويس وبتحطيها في مكان ده في الحد ما حجمها يزيد وحنشوف الفيديو الجاي هنعمل بها اين شكرا